مرة أخرى ومن مبنى وزارة داخلية جدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولاية حيدر العبادي دعوته إلى سحب أي سلاح منتشر خارج إطار الدولة والتخلص من مخازنه العبادي وفي كلمة له في مقر الوزارة شدد على مواجهة الفساد والفسدين دون خوف وتردد مشيرا إلى أن المفسدين يضعفون أثناء المواجهة وتسليط الضوء عليهم وحذر العبادي أطرافا لم يسمها بمحاولة العودة بالعراق إلى المربع الأول داعيا إلى عدم السماح لهذه الأطراف بأن يعودوا بالبلاد إلى الوراء مشددا في الوقت نفسه على الحذر والانتباه من خلايا داعش التي تتحين الفرص للاعتداء على المواطنين كلام العبادي هذا جاء عقب انتشار فصائل الحاج الشعبي مجددا في المحافظات التي تمت استعادتها من تنظيم داعش مثل الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالا فضلا عن حزام بغداد الشمالي وسكان هذه المناطق جلهم من المكون السني الذي عانى معانه من أهوال الحرب ضد داعش فضلا عن الانتهاكات التي قامت بها فصائل الحجد بحقهم فصائل الحجد الشعبي المولية معظمها لإيران بدأت انتشارها في المحافظات المذكورة وقامت بنصب حواجز تفتيش وهمية على الطرق وبدأ البعض منها بممارسة انتهاكات بشعة بحق السكان منها القتل والخطف والاعتقالات العشوائية وفرض الإتاوات على الأهالي وأصحاب المتاجر وشحنات نقل البضائع في الحواجز الأمنية التابعة لها وتشكلت فصائل الحجد بفتوى من المرجعية الشعية بعد انهيار القوات العراقية في الموصل أمام هجمات داعش وسيطرته على كامل المدينة أبرز الميليشيات التي يتكون منها فصائل الحج الشعبي منظمة بدر التي أسسها هدي العامري في إيران وكتائب حزب الله بزعمة جعفر الغانم إضافة إلى عصائب أهل الحق التي يترأسها قيس الخزعلي ويرى مراقبون إن انتشار الحجد في شوارع المحافظات السنية يشكل استفزازا للأهالي ومبعثا للقلق والخوف من إجراء عملية تغيير ديموغرافي ومنع عودة لاجئين إلى قراءهم وبلداتهم التي هجروا منها